مواصفات الرسائل الإدارية يجب أن تتميز الرسائل الإدارية بمجموعة من المواصفات وهذه أيضا كما قلنا هي أمور فنية يجب أن ترعى أولا الاهتمام بنوع الورق المستخدم هذا في حال كانت الرسائل رسائل ورقية عندما تستخدم الورق كوسيلة لتبادل هذه الرسائل ثانيا التقيد بنوع وحجم خط الكتابة أي الخط الذي نستخدمه في كتابة الرسالة الإدارية أولا من حيث الخط نفسه يجب أن يكون خطا رسميا هناك خطوط معروفة صارت محفوظة لدى الكل نذكر على سبيل المثال مثلا هذه الخطوط تناسب لكتابة الرسائل كذلك حجم الخط لا يكون كبيرا لها مقاسات معينة للخطوط ثم الانتباه للمسافات المسافات أو الفراغات التي توضع بين الفقرات في الرسائل الإدارية هذه يجب أن ينتبه إليها طبعا أكيد بالاستخدام البرامج الورد وكذا إذا صرنا نكتب الرسائل أننا بنزول ساطر بالانتر سوف يكون عندنا يعني مسافة يعني تحدد بشكل ذكي يعني لسنا بحاجة إلى هذا لكن لما أن تكتب يدويا وهذا يعني صار أمر نادر فإنه يجب أن تراعى هذه المسافات وكذلك كما قلنا أن الفقرات تفتتح بمسافة يترك مسافة كلمة كذا عشان يتبين أنها فقرة جديدة تنسيق الهوامش الهوامش هي الجوانب ما هو خارج الإطار الداخلي للصفحة هذا له تنسيقات في الرسائل الإدارية حيث إنها تعطي الورقة مظهرا لائقا سواء كانت هذه الهوامش مثلا نحن نشوف مثلا الرسائل الإدارية صارت يعني عبارة عن ثور مجاهز يعني معطر بطريقة معينة بموضوع فيه ما هو مطلوب بشكل واضح هذا لأن التنسيق في الرسائل الإدارية مهم